ذكرت الأمم المتحدة أن هناك موجة من الدعم وصلت إلى ليبيا لدعم المواطنين جراء الفيضانات وتسارعت الجهود الإقليمية والدولية المكتفة لدعم ليبيا بعدما أودت الفيضانات في شرق البلاد بحياة ألاف الأشخاص فيما لا يزال الألاف عداد المفقودين وذلك في حصيلة موجعة رجحتها الأمم المتحدة موجة من الدعم على مستوى البلاد اجتاحت أنحاء ليبيا هكذا كان وصف الأمم المتحدة الجهود الإقليمية والدولية المكثفة لدعم ليبيا بعدما أودت فيضانات أشبه بسونامي في شرق البلاد بآلاف الأشخاص فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين في حصيلة موجعة رجحتها الأمم المتحدة في مدينة دارنا الليبية أدى التدفق الهائل للمياه الناجمة عن الإعصار دانيال إلى انفجار سدين ليصبح المشهد أكثر صعوبة إذ جرفت المياه إلى البحر أبنية بكاملها فيما أصبح الوصول إلى المدينة صعبا للغاية إذ دمرت الطرقات والجسور فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة من المدينة التي شردت الفيضانات فيها ثلاثين ألف شخص على الأقل ولكن الليبيين اتحدوا في كل أرجاء بلادهم ونحوا الخصومة جانبا لإيصال المساعدات إلى مدينة دارنا المنكوبة التي ضربتها السيور والفيضانات من جهتهم ربط خبراء المناخ الكارثة بتداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض إضافة إلى البنى التحتية الليبية المتهالكة